بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لك صبرا أو أن يمدك بالصابر لا وإنما دائما قل في دعائك يا رب أسألك العافية ودوام العافية أسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة عندما تكون في مشكلة وتسأل الله الصبر فأنت بمعنى تقول يا رب اترك المشكلة سوف أتعايش معها وسأظل فيها وأبقى معها ولكن فقط هب لي الصبر إذن كيف ستخرج من المشكلة يا رب لم تقضي حاجتي إذن أعطني صبر يا رب أنا مريض إذن أعطني صبر الإمام زين العابدين عليه السلام يعترض على هذا التفكير ويريد أن يصحح أفكارنا الإمام زين العابدين عليه السلام يرى رجلا متعلقا بأستار الكعبة يقول يا رب هب لي صبراً فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام تسأل الله الصبر على ماذا؟ قال على البلاءات التي أمر بها يا ابن رسول الله على حوائج التي لم تنقضي على علة التي في بدني فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام ولماذا لا تسأل الله العافية العافية في بدنك العافية في سمعك وبصرك العافية في قضاء حوائجك لماذا لا تقول يا رب اكشف عني ذري يا رب فرج عني كربي يا رب اقضي لي حاجتي لماذا تسأل الله الصبر على هذا البلاء الذي أنت فيه لماذا أنت ساكت على هذا البلاء قل يا رب فرج عني كربي وخلصني من هذا البلاء يا أيها الأحبة متى نطلب الصبر هذه معلومة جدا جدا مهمة متى أطلب الصبر أطلب الصبر عندما أنا أتلقى المشكلة بشكل مفاجئ أتلقى المشكلة بشكل مفاجئ فأحتاج إلى أن يصبرني الله سبحانه وتعالى ولكن أسأل الله الصبر فقط لا أبدا يا رب أفرغ علي صبرا ولكن فرج عني قريبا يا رب أفرغ علي صبرا أنا مريض ولكن شافني عاجلا غير آجل يا رب أفرغ علي صبرا أنتظر حاجتي ولكن يا رب عجلي حاجتي واقضي لي حاجتي التي في قلبي يعني لا تقف فقط عند الصبر لا تسأل الله الصبر فقط أبدا يأتي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله متى أعرف بأن حاجتي هذه تقضى سريعا بطيئا هذا البلاء يطول يقصر كيف أعرف قال بحسب دعائك إن كنت ذو دعاء طويل جدا وكثير الإلحاح على الله سبحانه وتعالى قصر البلاء وأن كان دعائك قليل فسيبقى البلاء كما هو حاجتك كما قسم الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر بأنها تنقضي مثلا بعد سنة ولكن كثرة الإلحاح يقرب قضاء الحاجة كثرة الإلحاح بالدعاء والتوسل بالعافية وسؤال العافية يقرب العافية والصحة من الأسقام والأمراض والعلل كثرة الإلحاح بالدعاء يقرب لك ما تحب وما تريد من مشاريع من طموح من نجاح في دراسة من فهم من زواج من تجارة من عمل من توفيق لغير ذلك فرجاء لا تسأل الله الصبر إلا ومعها كلمة يا رب فرج عني اكشف كربي اقضي حاجتي لا تسكت على الحالة التي أنت فيها وكأنك تقول لله عز وجل يا رب أنا يعني سأرضى بما أنا فيه ولكن فقط اعطني صبر وأنا سأرضى لا لا ترضى الله سبحانه وتعالى رحيم الله سبحانه وتعالى لا يقبل ولا يرضى بأن يرى عبده فيه أذى يتألم يتحسر الله وضع البلاء لكي ندعو الله سبحانه وتعالى وضع هذه الابتلاءات والاختبارات كي نرجع إليه عز وجل كما قال علماؤنا الأعلام لو لا الاختبارات والابتلاءات لنسي العبد ربه ولذلك عليك أن لا تنساه وعليك أن تعرف هذا تدعو تدعو بالصبر إذا كان هناك بلاء يا رب هب لي صبرا مع ماذا مع سرعة قضائي الحاجة وسرعة كشف هذا البلاء وفي الأيام العادية لا تسأله الصبر أبدا في الأيام العادية وما عندك مشكلة وما عندك أي مرض وعلة وما عندك حاجة لا لا تسأل الله الصبر اطلاقا إنما بدله دائما يا رب أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب لا تعرضني لأي ابتلاء يا رب لا تعرضني لأي مشكلة يا رب لا تعرضني لأي حاجة لا أستطيع أن أصل إليها ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يضعك في هذا الابتلاء أن يضعك في هذه المشكلة هنا اسأل الله الصبر وليس فقط الصبر بل الصبر مع قضاء الحاجة سريعا مع كشف الكرب سريعا مع زوال هذا الضر سريعا عرفنا الآن نسأل الله سبحانه وتعالى هل نرجع إلى علمائنا الأعلام في تصحيح أفكارنا هذه برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام